أهلا بكم في إطار تعليم المسيح الأسبوعي وكعادته كل أسبوع رحب قداسة البابا فرانسيس في مقابلته العامة بالمؤمنين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية المتابعين لمقابلته عبر شبكة الإنترنت حيث تأمل قداسته وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن يقدم لكم أحر التهاني القلبية في مناسبة اقتراب عيد الفصح المجيد إنهم يجددون لكم التعبير عن مشاعر إخلاصهم الصادق المفعم بامتنانهم البنوي ويؤكدون صلاتهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنتلو صلاة الأبان باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداست البابا البركة الرسولية وخاصة للأطفال وللمسنين وللمرضى وللمتألمين إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس تأمل قداست البابا اليوم في الثلاثية الفصحية قال قداسته في الأيام الثلاثة هذه سنعيش الأيام الرئيسية للسنة الليتورجية وسنحتفل بسر آلام الرب يسوع وموته وقيامته في مساء يوم الخميس المقدس سنحيا من جديد ما حدث خلال العشاء الأخير حيث المسيح ترك لتلاميذه شهادة حبه في الإفخارستية كحضور دائم له إنه المساء الذي فيه يطلب منا أن نحب بعضنا بعضا بجعلنا خداما لبعضنا البعض كما فعل هو عندما غسل أرجل التلاميذ إن يوم الجمعة العظيمة هو يوم توبة وصوم وصلاة وفيه سيقدم لنا الصليب الذي سنسجد له وبسجودنا له سوف نعيش من جديد مسيرة الحمل البريء الذي ذبح من أجل خلاصنا إن يوم السبت المقدس هو يوم الصمت الذي عاشه التلاميذ الأوائل في البكاء والضياع إذ قد صدمهم موت يسوع المهين هذا السبت هو أيضا يوم مريم إنها أيضا تعيشه في البكاء غير أن قلبها مليء بالإيمان وبالرجاء وبالمحبة في ظلام يوم السبت المقدس سينفجر الفرح والنور مع طقوس عشية عيد الفصح والترانيم الاحتفالية سيكون اللقاء بالإيمان مع المسيح القائم وسيستمر الفرح الفصحي طوال الخمسين يوما التالية إن الذي صلبه قد قام يمنحنا القائم بين الاموات اليقين بأن الخير ينتصر دائما على الشر وأن الحياة تتغلب دائما على الموت والآن تحييتو الباب باللغة الإطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية rama saluti fedeli di lingua araba avvicinandosi la festa della Pasqua portiamo nella mente e nel cuore le sofferenze dei malati dei poveri degli scartati di questo mondo ricordando anche gli agnelli immolati vittime innocenti delle guerre delle dittature delle violenze quotidiane degli aborti لتنبغي في قلوبه كل شيء سمع الناس في الحالة سمع les termes ورحالات له، السبب نيام ازالك واسيك خيات نتزالك و بدل أي خطأ اتبعي المؤمنينات في الاربية كما نعطين في الناس لننتخل في اذاننا وفي قلوبنا ألام المرضى والفقراء والمبعدين من هذا العالم ولنتذكر الحملان المذبوحة الضحايا الأبرياء للحروب والديكتاتوريات والعنف اليومي والإجهاض حتى يمنحهم المسيح بقيامتهم بين الأموات العزاء والصحة والازدهار ليبارككم الرب جميعا وليحمكم دائما من كل شر